فقد ذكر أهل العلم أن الصيام والصائم لا يتطرق إليه الرياء البتة وذلك أن الله عز وجل وكل إلى نفسه أجر الصائمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه ولذا قالوا لا يقوم بالصوم إلا مؤمن ولا يفعله إلا من برئ من النفاق فلا يؤدي منافق الصوم ولا يفعل المراء هذه العبادة لأنها عبادة لا يطرع عليها إلا الله فهي سر من الأسرار ولا يطرع على ما يأكله المر وما يفعله من مفطرات ومن المفطرات نية القطع إلا الله عز وجل فحينئذ لا يكون هذا الفعل إلا من مؤمن وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه ولكن حينما قال بعض أهل العلم إنه لا رياء على الصائم ليس معنى ذلك أنه لا نقص على أجره باعتبار نيته إذ العلماء فرقوا بين أمرين بين الرياء وبين التشريك في النية فذكروا أن الرياء هو فعل العبادة لأجل الغير وحينئذ يكون محبطا للعمل بل يكون موجبا للعقوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن الشرك شرك الرياء فإن هذا داخل في عموم الآية وأما النوع الثاني وهو التشريك في النية فإنه طارئ على جميع العبادات بأن يؤدي العبد العبادة لله عز وجل قاصدا وجهه راجيا ثوابه خائثا من عذابه لكنه يشرك مع ذلك إرادة من إرادات الدنيا وهذا ما يدل عليه ما ثبث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ولذا فإن المحققين من أهل العلم يفرقون بين الرياء وبين التشريك فيقولون إن الرياء محبط للعمل مبطل له لا يغفر الله عز وجل من أتى بشرك إلا أن يتدارك فعله بالتوبة والإنابة وأما التشريك في النية فإنه ينقص ثواب العمل وينقص أجره ولا يكون مبطلا له وصورة التشريك في الصيام ذكر أهل العلم لها صورا متعددة ومن هذه الصور أن ذكروا أن يقوم المرء بالصيام لله عز وجل امتثالا لأمره ويكون قاصدا مع ذلك صحة بدنه ويكون قاصدا مع ذلك سلامة جسده بالحمية من الأكل والشرب فحينئذ يكون ذلك من أسباب نقص أجره وعدم تمامه وإنما يكون التمام لمن قصد كمال الامتثال لله عز وجل وكمال الطاعة لأمره سبحانه وتعالى قلت ذلك لما؟ لأن بعضا من أهل العلم لما تكلموا عن مقاصد الصيام ذكروا أن من مقاصد الصيام صحة البدن وسلامة الجسد وقوته وهذا ثمرة وليست مقصد فلو كان مقصدا من الصيام يقصده الآدمي بفعله فإنه حينئذ يكون قد شرك في نيته ويكون حينئذ قد نقص أجره ولم يقم له كمال إثابته فناسب ذكر هذا المقصد لنفيه أنه ليس من المقاصد التي شرعها الشارع لقصد هذه الشعيرة العظيمة والنسيكة الجليلة والعبادة التي يحبها الله جل وعلا